21 جثة ثم انتشالها ونقلها إلى ميناء سيسيليا الإيطالي بمساعدة منظمة أطباء بلا حدود حيث عثر على الجثة في قارب مططي قرب السواحل الليبية وتقوم سفنة تابعة للمنظمة الدولية للهجرة بدوريات في مياه البحر الأبيض المتوسط ونجحت في إنقاذ قاربين كاناي بحيران على مسافة قريبة من بعضهما البعض لتتمكن المنظمة الخيرية من إنقاذ ما يزيد عن مئتي شخص بينهم خمسون طفلا كما انتشلت سفنة تابعة للبحرية الإيرلندية ما يقارب العشرين جثة عندما توجهت لمساعدة مهاجرين كانوا على متن قارب خشبي قبال تسواحل ليبيا وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن قرابة ثلاثة ألاف مهاجر ولاجئ لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط هذا العام بينما وصل نحو مئتين وخمسين ألفا إلى أوروبا ويلقى نحو عشرين مهاجرا حتفهم يوميا منذ أواخر شهر مارس الماضي معظمهم من أفريقيا جنوبي الصحراء حيث يتحركون من ليبيا في طريقهم إلى إيطاليا هذا فيما قالت بلغاريا إنها تستعد لتدفق محتمل للاجئين على حدودها الجنوبية في أعقاب الانقلاب الفاشل في تركيا وأن الدوريات على الحدود مع تركيا زادت وجرى اعتقال قرابة 200 مهاجر يوميا منذ محاولة الانقلاب موسيقى موسيقى